السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مجلة العالم معكم اليوم في فيديو جديد نتعرف فيها على دبابير القتل السامة تغزو أمريكا لأول مرة ومخاوف من انتشارها حول العالم نتعرف على التفاصيل كاملة بعد الفاصل لا يزال العام 2020 يكشف عن المزيد من أسراره ومفاجآته يوما بعد يوم وآخرها ما جاء من أمريكا حيث بدأت مؤخرا دبابير عملاقة بعيون عجية ولاد غسامة تغزو الولايات المتحدة الأمريكية مما أثار الكثير من المخاوف وسط جائحة كورونا ويقول العلماء أنه تم رصد الدبابير العملاقة الأسيوية في الولايات المتحدة لأول مرة في ولاية واشنطن بحسب ما ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية يوم الأحد السابق وبدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوان من النحل الميت في مزرعة فيه وقد تمزقت رؤوسها في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع ويبلغ طول الدبور أكثر من خمسة سنتيمترات وهي أكبر الدبابير في العالم ولها لدغى قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة وفقا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن وقد أطلق علي الباحثون لقب دبابير القتل ونقلت الشبكة عن سوزان كوبي مربي النحل في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية واشنطن تشبه الدبابير تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال لها وجه أصفر بارتقالي ضخم ولا يعرف العلماء على وجه التحديد كيف وصلت الدبابير القاتلة وموطنها الأصلي آسيا إلى ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية ورجح العالم تروسكوت من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن أن يكون قد تم نقله عبر شحنات دولية وفي بعض الحالات بشكل متعمد على حد قوله وتم رصد الدبابير العملاقة لأول مرة في الولاية في ديسمبر الماضي ويعتقد العلماء أنها بدأت تنشط مرة أخرى الشهر الماضي بعدما خرجت الملكات من بياتها الشتوي لبناء الأعشاش وتشكيل المستعمرات وقال تروسكوت أن الدبابير تكون أكثر تدميرا اعتبارا من أواخر الصيف يوليو وأوالي الخريف أكتوبر إذ أنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام المقبل وأضاف إنها تهاجم خلايا نحل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته لسعاتها كبيرة ومؤلمة ولها سم عصبي قوي يمكن للسعات متعددة أن تقتل البشر وطالب المسؤولون في مجال الزراعة بولاية واشنطن مربي النحل والمقيمين بالإبلاغ عن أي دبابير عملاقة يشاهدونها وعدم الاقتراب منها محذرين من أن الأدغتها يمكن أن تخترق بدلة النحال العادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر